اشتركوا في القناة شكرا ما شاء الله شو هدى الألهاد؟ أقل شي بقدر ساوي أهلين وسهلين سيدي الله يقويك يا بطل شو كيف صرت؟ الحمد لله بخير بكرة أو اللي بعده بطلع بكرة أو اللي بعده؟ ايه مو هيك؟ صوابت برصاصة بصدرك وطالعوا لك قنبلة من بطنك قبل ما تتعافى ما رح تطلع من هون على القليلة بدك شهر لتتعافى تماما قلتي شهر؟ مستحيل؟ ما فيني اتحمل؟ وقفت وعم دي سيد ساوي بفكر وطب هلأ وقف كيف هون اخواتنا؟ كل هون بخير؟ ايه بخير وانا اجيت لها السبب طمني عنك كيف صرت هلأ؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل الله يسلمك سيدي الحمد لله على سلامتنا كلنا شوف كل اخواتك هون وفي عندهم إلك مفاجأة صغيرة واحد نين ثلاثة أربعة أسمار الله أسمار الله أسمار الله رجاء علي خيطان أحلى بالأمين الباك مثل ألمس دوالي ترجمة نانسي قنقر أسمار الله أسمار الله شرعي علي حيدا أحلى بالأمين أمي أنا بكرة الصباح راجع على السنبول مش عن التحقيق أيا دعوة أنت عن شو عم تحكي أمي؟ سمعي أنا رح أعطيهم لأخوالي وارجع لهون فورا يلا بشوفك بكرة يمكن كان لازم روح معك على السنبول شتقت له السنبول؟ لا شتقت له مروة تعرف؟ يا فوز أنا كنت بدي أسألك سؤال بس بتمنى ما يكون خاص لما جولاق حكي شي بخصوص أهلك شو صار لأمك وأبوك؟ ولش ما صار شي أنت عن جد مليان بالأسرة ما بقدر أعرف أنت بشو عم بتفكر ولا بشو عم بتحس كأنك شخص ما عنده ماضي بلا عندي ماضي بس ما بحب أحكي عنه أنت إنسان بالنهاية معنك رجل قال أكيد في عندك مشاعر وذكريات حلوة وبشا تعرفي إذا حدا بيعطيني مصاري ممكن بيعهم كلياتهم؟ وأنا مستعدة أشتري سيناريو حياتك شو رايك نشرب شاي؟ نشرب بحبه خفيف شوي أيوة بلش تعرف شو الشغلات اللي بتحبيها بين بنت مدينة ما هيك؟ ألو نعم العقيد أردام بدو إياك بمركز العمليات في تطورات لازم تجي لهون بسرعة طيب جاي فوراً أنا بتوقع أنه أجاك شغل مستعجل كتير معنات أن نشرب الشاي لما ترجعي من إسطنبول تفقنا ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر أحسن ما تنقتل بين إيديك هالبنت حلوة كتير رح إزعل إذا ماتت مبسط هي جايل عندك استقبلها بابتسامة حلوة يا فوز آه إلا أنك مبسطت بشوفتها بعدين عانا أنت شو هم بتساوي هون كمان المفروض أنا اللي أسأل السؤال شو هالمسح البايخ هلأ عنجد شو هم بتساوي هون مجاوب البنت إلا أنك جيت مشانا لا وقف خبرها أنك حبيت اتفاجأة حبيت ساوي لك ياها مفاجأة بلا عنجد إيه عنجد إيه حكيي لك كلمتين حلوين لا تواقف منتلاش نب طالع كتير حلوة شكراً لإلك وإنت طالع حلو وهذا كل شي يلا يا أشقار غازلة حكي لك هل عم حلو ولا ما تدربته على هشي عن جد بتاخدي العائل ما كانت منتبه انك حلوة لهالدرجة عم بتخجني يا فوز هلا بل اشتفهم هلا عن جد انت اجيت من شام شو رح يكون غير هالسبب يعني الخالق ايضا بتكون صديقة امي حتى انه نقسسوه الجمعية سوا بله جد حلو تعال لعرفك عليها تعال لا لا وافيهم بلا ما نزعجون بتعرف عليها بعدين خلاص تعال أصحك تخجي للا البنت مو حلو ابنو ولا بتضيع هالفرصة على حالك أساسا انا بعتقد انه الناس بالحفلة بلشوا يحكو عنكن بعد ما شافوكن مع بعض صرت من المرشحين للزواج مننا لا تخبسوا لك حكيت شيء؟ لا ابنو يلا تعال شو عم يصير هون؟ والله انا ما فهمت اي شيء شو عم بتساوي الدكتورة هون؟ متل ما انت ما فهمت وانا كمان متلك ما فهمت شيء يعيني يعين رايحين لعند الاستاذي ايدان على كل حال انا رح روح على شغلي بالتوفيق بيانيست امي شو في مين هون؟ سيدي عفوز مرحبا كيفك؟ انت شو عم تساوي هون كمان؟ المفروض اناسة لسؤال مزح معي نفس المزحة بعرفك خالي ايضا صديقي يا عفوز اتشرفت بمعرفتك الشرف لالي انت منيح؟ اي منيح ليش؟ مبين انك الان شوي انا بتوتر بهيك حفلات منرحب مع بعض باللي اسسوا هالجمعية ايضا كاراكوت وفوندا كوتلو اعزائي يسعد مساكن بتشكركم لانكن لبيتوا دعوتنا وايجيتوا لهون هالليلة بفضلكم كل سنة عشرات الاطفال عم يدرسوا وعم نقدر نقمن كل احتياجاتهم كمان بصراحة لو لكن ما كنا قدرنا نوصل لهالنجاح او بدون دعمكم لهالجمعية انا مرة تانية بتشكركم كتير هالجمعية لهاليوم صارت مدرسة اكتر من خمسة الاف طفل ونحن لساتنا ببداية الطريق حتشوف ام تسمعني باتيدها الصبية الحلوة متخطط للشي لسه في كتير شغلات رح نساوية مزال خير بعد اذنكم عندي كلام بدي احكي شو عم تساوي ام لا تواخذوني انا وقفت على المنصة بدون دعوة ومشان هالشي انا بعتذر من امي ومنكم كلاياتكم انا كان عندي حيات رائعة درست بافضل واهم الجامعات ياللي بالبلد بعدين سافرت لبرة امريكا واوروبا وشمال افريقيا والنيبال شفتهم كلهم لا تفهموني غلط انا كتير بحترم ياللي عم بتساوي بهالجمعية وهو مساعدة الاطفال وكل الناس المحتاجين هالشي حلو كتير بس بتعرفوا شو صار معي انا من فترة قريبة انتقلت لك ربيير بعتقد اذا سألتكم وين بتكون كتار منكم ما رح يعرفوا وينه بس لا تفهموني غلط ما رح حاسبكم على هاد الشي لاني كنت هيك بتعرفوا شو تعلمت بعد ما رحت لهنيك انه اهم المساعدات ما بتتقدم بالمصاري بلا ما نضحك على بعض كلنا بنعرف انه مساعدتكم للمالية عم تخصموها من الضراعي بهار بكفي امي بس دقيقة ما بدي اطلب منكم مصاري هلأ انا عم دورة عاشخاص بيقدروا يساعدوا المحتاجين بايديهم يتركوا جزادينهم ويروحوا لهنيك بقلوبا المليانة حنية وعاطفة ومحبة الناس ياللي هنيك عم بيحسوا حالهم انهم منسيين ما حد عم يهتم فيهم ولا حد عم يتطلع بيحانهم ومعه نلحق بهالاحساس لانه نحن ساوينه الشي بالاول انا وكل ياللي هون منتحمل المسئولية الناس ياللي هنيك مو مجرد جزء من هالبلد الناس ياللي هنيك بيمسلوا كل البلد عم بستنى مساعدتكم بنتي بهار هي متحمسة كتير هالليلة رجاء لا تواخذوها يلا شو عم تستنوا بل شو بالرأس تفضلوا لو سمحتوه كلمتك كانت مؤسرة لا تواخذني انا ما بعرف سرخ مثلكم ما بنصحك بهالشي بعد اذنك انسي بهار مو هيك مرحبا والله كتير تأسرت بكلامك هذا شيك بمئة الف ممكن تقبلي انا عن جد حابب ساعدكم عن اذنك يا فوس تفضلي تفضلي شو فكر حالك عم بتساوي ما سمعت ياللي قلته يمكن سمعت بس ما فهمته منيح خد هالشيك يلا روح من هون والله انا كتير تأسرت بكلامك اعتاد يا عشر اني بلشت حبه للبنت عم تدوري على شي حدا هون لا ابنهم يلي بدي ياه لقيته بس شغلي عودني اني ضل التفت حوالي هيك عالقليلة ارتاحها الليلة هون مو كراباير كل الاماكن كراباير ايه يا عشر رح اتضل واقف مثل الاجدب وما رح تأزمها على الراس عم تتمادة كتير يا واطي لا تغلط متل ما بدك الدول البنتي اللي جنب الاشهار تراسي معي انت دائما بتحاول انك تخلي مسافة بيناتنا فاستغربت من يلي ساويته هالليلة شو تفسيرك؟ يلا شاوبة ش راح له سبب تصرفاتك هالليلة؟ ما بعرف كأنك قفلت قلبك وكأنه حزناك رح يضل طول العمر بهار انت أصحك أصحك تحكي اي شي ممكن يزاجي البنت ولا بعدين انا رح اتدايا كمان انا شو؟ انا برأيي تحكي لها انك ما حبيت مرول هالدرجة وتخبرها انه انتي احلى مننا بكتير هم؟ الحياة طويلة ما بنعرف امتى ومين اللي رح يطلع قدامنا شو عميصير؟ طلع عليهم شو لص أخي؟ ظاهر انه ظبطة امورهم والاسبوع الجاي ممكن اروح وتطلب ايد الدكتورا من قلت وحاشتك مسخرة طلع على إيده ملك شايفة؟ عادي أول مرة بتشوف اتنين عم يرقصوا يعني طبيعي يحط إيده على خسرة ويليف بحنية انت شو بيفهمك بها الأصاص؟ طلع على أصابع يا غبي فتحي أي أصابع بقى؟ لك حركة أصبع إيده عايشي فريد مارس نقطة 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 بدي أسألك سؤال بس بتمنى تجاوبني بصراحة سألي يا ترى لو تقابلنا بظروف تانية برأيك كان في إلنا فرصة مع بعض يلا جاوبة إلا أنه كل اللي بتحبون بيموتوا وهلأ دهرك كمان إلا أنه أنت التانية لو أنك عم تطلعي بالمرأة لا شفتي أنه في مليون شخص ممكن يعشقوكي بنظرة وخاصة وقت تكوني مبسوطة يا عيني يا عيني يا عيني برافو يا عشار أسرت فيني تاريك مو قليل يا ملون الصحر أنه البنت بلشت دعشاك بلشت خاف ليش؟ مولك اللي بيعرفوا يجملوا البنات لهالدرجة شو يعني؟ حاسي أنك زير نسوان أنت شايفة أن يزير نسوان؟ قصدي أنك شخص إذا حبيت حدا بتحبه بجنون حتى لو أنك ربيت قطة بتساوي كل شي مشانا ومن دون ما تتردد بنوب مثل ما عبدحمي بلدك بروحك تقدر تخلي البنتي اللي بتحبها تحس إنها موجودة بهالدنيا؟ والله أنا اللي بلشت خاف ليش؟ بصراحة ما عجبني إنك تعرفيني لهالدرجة ما فيك تخبي هالشي للأبا؟ بعتقد إنه صار هلأ الوقت المناسب بوس البنت متل ما عم بيهلك بوسها يلا لآخر مر بحسرك يا أشقر انت بيه؟ ضم البنت دي هوي قربها منك كمان ايه هيك ها؟ بوسها هلأ مرحبا كيفك؟ أنا رح أطلع من هون بعد شوي أختي ممكن تروحي من قدامي أختي؟ ايه أختي يلا يلا روحي يلا لسه محلت الشفرة؟ أتاش استعجل شوي أنا حاسس إنه رح يبوسوا بعضه الضابط يفوز ما بيساويها نقطة 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 يفوز شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ مو كأننا عم نستعجل شوي يلا يا أشعر بوس البنت بوسها فمت؟ صدقني البنت رح تموت زي ما بتبوسها هلأ يلا يا أشعر بوسها هالشي مو بيدي يفوز ممكن تبعد شوي بهار؟ شو هالفضيحة؟ ايا فضيحة أمي؟ كيف بتعمني هيك قدام كل هالضيوف؟ شو صار معك فكيت الشفرة؟ قال في شخص جوا قاتل ماشي اهدى شوي قال ندور طيب ليش ما خبرنا من قبل؟ بيني انه ما قدر ولا ليش لا يستخدم شفرة مورس رح اتصل بمجاهد تعال جوا فورا امشي انفكر فيني طفلة صغيرة؟ والله بما انك صرت كبيرة هاد ما بيعني ابدا انك تزدتي حالك بحضن حدا غريب قدام الكل بهدلتيني بين الناس الكل عم يتطلعوا فيني امشي اهدى شوي يتركيلي بتروحي من هون عم تفهمي؟ لا تاكلها مرايحة يا فوز يلا روح من هون طيب طلعي انتي شوي بالحقك شوي يعني بالحقك؟ شف الضابط هون معقول روح بدون ما سلم عليه ما بيصير انتي روحي وبعدين منحكي مع بعضنا اه؟ طيب حاستنىك برا لا تواغزيني ما بعرف قديش رح اتطر اني وقف معه الاحسن تستنيني بالبيت طيب اساسا ما عاد بدي يضلهم صحاب زلاحق شو؟ قلتلك صحاب زلاحق شفي؟ شفي؟ أخي شفي؟ والله اشتقتلك كتير ويصر لك سنين غاية لق انتي شو عم تساوي؟ مين شفي؟ لا تواخذني شبهتك بحدا سامحني شو المجنونة؟ لحظة يا اخي واعج اصدارك منك طلعوا فيني كونوا رجالوا احكوا بصراحة في شي قاتل بيناتكن؟ كيف يعني؟ لك انا عمقول قاتل في بيناتكن قاتل؟ لا في حدا مدمن؟ حالو كتير حدا عنده سوابق؟ لا والله يا اخي اساسا نحنا كل ياتنا من ارزنجان ما بيطلع من بيناتنا اي مجرم ونحنا منحب الوطن والشعب وين خدمت عسكرتك؟ خدمت بكوماندوس الشرطة بها كاري والله العظيم يا اخي كوماندوس الشرطة؟ ليك؟ اول ما بسمع كلمة كوماندوس فورا بيأشعر بدني يا اخي قرب لعاناك تعال تعال الله يحميك يا بطل على كلهم انا مستحجل شوي ولازم روح بسرعة ديروا بالكم ولا تخبصوا بنوب ايه؟ فهمتوا؟ يلا 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 خلونا نشرب شي يا جماعة انا بدي جاسة عصير طلع احبك اشتقتلك خبيبتي زر انه زمان مع التقيمة هنجد بحبكي بطير شو ما شارعكم بعدها تحسن خلونا نكمل شو تبشي مكان انا كدير انبطت بشوفته رشفاء المسدس وهوز اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شوف بكر حالك! شو عملك ساوي! يلا اتركها! ربوا بسرعة! من وين عمي طلعون دا همون هابيني؟ الله يلعنا! كدور كدور! لك هابن إش عملك يساوي ليه؟ وين الشرطة وشان أبن وين؟ يا ربي داتليلك أنا كثير صايفة! يلا ربوا من هون بسرعة! يا ربي داتلينا! اشتركوا في القناة